اشتركوا في القناة ولا غيره احسن كيف ما كنتي كوني كيف ما بدي كوني لهو مرتاح ولا انا احسن كيف ما كنتي كوني كيف ما بدي كوني لا احسن كيف ما بدي كوني لكي اشتركوا في القناة 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 خليه اشتركوا في القناة 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 يعني بالعربي الفصيح جايين نتسبب مو جايين ننثيف فتن وقلاقين ليش مين اللي أثار الفتن والقلاق البالأوال لك شو يعني؟ إذا نفكر حاله نجم بيركب علينا؟ مضبوط وما يكون نفكر حاله هو ابن المضام وإحنا أولاد الخدامة جايبيننا من الخمسة الصباح وما شرفت حضرتك لحتى فائل عينتين أربع ساعات أربع ساعات ونحن ناطرين بشموس شو مالنا بشر؟ مالنا بني آدمين وفوق هيك شارطونا على نص نهار وصلهم يومين بفلحوا علينا وما عطيتنا ولا فرنكي أبو حسن مو هادو هاد بيجي العينتين بيسبوا بيدرب كمان مو ناس اللي اعتقلنا والله بتفاهموا أبو حسن بيتقلوا أنه نص الشباب الموجودين هون صحاب شاهدات وخريجين جامعة ومتعلمين وأسازة مدارس ومحامين وليهم عجارة عليهم الزمن القزة في هاد ما خلوا اللقلية تصير نجوم طير هذا آخر الكلام عندكم؟ آخر الكلام آخر المغرب أيه أستاذ زغير؟ أي يا حبيب قلبي أنا السكريبت سيف خلي لي ياه الله يخليك أستاذ اليوم أنت ممكن ما يكون عندك تصوير لأنه صار عندنا مشكلة بالتصوير للأستاذ سلامي علق مع الكم بارس وضربوا أحد منهم وهم محتجين ما أعرف شو بده يصير هلا أيه أستاذ بس حبيت بلغك وشان ما تعزب حالك أستاذي خلينا ياه أستاذ شو صار بالطلب تبع من خاتي ماذا عمد اشتغل بالقمة؟ تخلينا ياك يا رب هاي يمكن مفركس اليوم شرفت؟ شو صار معاك؟ استاذ هدول معندين ما بيجوا بيصوروا إلا حتى تروح بذات نفسك تعتذر مننن هدول معظمون طلاب جامعون ولكن زا كانوا خريجي سهربون انا ما بعتذر مننن غيروا ليهم جيبوا غيرهم من هم دا جيب استاذ؟ ان احنا برنامى قطوعها يعني بدو ثمان ساعات مينموم لجيب غيرهم هيك ابو عزان؟ مزبوط بعدين استاذ ما فيكم برس كلهم مشغولين بالمسلسلات لك انت مشومشي؟ انا بذات قدر الوعتزر منكم برس؟ استاذ سلامي بيقول المتهال يعني الواعى الكبيرة بستوعب لصغيرة لك احترم حالك بقا؟ شو واعى انا واعى؟ عفوني استاذ قصدي تنجرة الكبيرة عصا صلحتها يعني؟ عفون استاذ قصدي اخي روح قللون انا ما بدفع لهم مصاري بنوبها ولا بجيبهم بحياتي زماجوا وصوروه فمن؟ استاذ اخر كلام هذا عنك لك اخر كلام طبعا اخر كلام طيب لنشوف اخرتها معكم عما تقول قاعد معوا عبازار سوق الحرامية شرع بحياتي ساماني بحازي الأمور تماما تماما قلت انا بار سباتين بحزة يريد ان استاذ حطى أطوق أن يذهب لهم لا لا بيقول اللي بقيد السلامي متحيوين حيوينة كاملة مصفرنا اليوم لا بس هو اللي بعتباتي على أساس أنه هيك بسوحة ولا تانية شوفوا شو بسوحة هلأ أنا بحاكيك أول بأول يمكن أن يفكر بتاخدهم كلهم بكون برس باي باي دي لاحق أنتصل بهيسا باي باي يضرب هالحظ يا شباب اللي حاجنا اللي نشتغل عنده شو مفكر حاله نجم يروح يعمل هالبوزات على غيرنا ولك يا زلمة يا زلمة خليها بالقلب تجرح ولا تطلع وتفضح بدناش نحكي حارتنا ذايقة ونعرف بعض ما يا سيدي بدنا نحكي ليش خايفين شعلا فكر ما بنعرف شلون طنيع ومين يدفع شوطان على فوصر نجب كبير واللي زا ساكتين نفكرنا شلون ما كان طب عمد افتكرنا شلون ما كان طالب عم نشتغل من تم ساكت شو هالشغل الليوميتو 200 ليرا ومن الصبح لآخر الليل لعمة أكل ما في قوزبنا نشرب بالزور اللي نشربونا خيوه بدنا نقلبها فوقاري تحتاني تدنا احنا حاجتنا ذل يا شباب لسا كل ما دفعشوا لنا فنان بيعمل لي حاله مسقف شو؟ وبيبلشت نتور فينا يا حبيباتي يا شباب طولوا بالكونا خلينا تسببنا يا رشين وخلينا تفاهم تفاهم ما في وتصوير ما في وزا بكونت صوروا روح وصوروا بلتنا مطرطوري اللي بضلوا عدتكم إلا إذا حضرتوا إجا لهون واعتزب إلا تخنتك تير معقول سلام يا حطاب النجم الكبير رئيس مجلس الإدارة المتشنف العام يجينا على تحضبكم ويعتزاب إيشون إحنا ملنا بني قادمي لأ وفوق لك بده يبوس راسه كمال ملنا ولوكي سعليه ملنا ولوكي سعليه يا سيدي هلأ بكرة بيجي واحد من الكمبارس بيسألوا لرفيقه الكمبارس شونه يا؟ مع مينش انت متكون مبارح بلو مع الأستاذ سلامة هي مو حلوة نزل من قسمه كتير لك شوية مية خزانات مو عساس بقين لك ما بكف عم يشغلنا بالضراب المصاري أخي هاي النمازج متطفلي على الفن ما منتفق معه لا فنيا ولا فكريا ولا إنسانيا شوف كيف عم تتعامل مع العالم كأنه عبيد عند أبوه ايه ما معه حق يضربه يعني الكون بارس مو إنسان متلنا مثله مدكا ما بدا كيفما هذا الحكي أخي أنا اللي حنتظر ساعة نحلت مشكلته معه نحلت ما نحلت أنا نازل لأنه هذا لا فن ولا أخلاق تنزلوا؟ نزل نزل تصوير ما رح تصوير ما رح تصوير ما رح تصوير سيدي الله غنانا عنكن هاي كل المخرجين عبيشتغلوا تاريخي وكله اللي بيتمنونه وبتقولوا لأستاذ سلامة إنه نجم بلا كون بارس ما له قيمة يعني صورته هيك على التلفزيون مش مزينا متحلوة هالسا عذا بتشوف مسؤول ما عنده مرافقة وحشود بتحسوا ما له هيبة أبو حسن بلا طول تيري بده يجي يعتزر وأقسم بالله العظيم إذا ما إجا قبل غياب الشمس واعتزر ما هيكون في شغل تاني طيّه هاده آخر كلام؟ آخر كلام آخر كلام ما فهمت؟ شو قصدهم؟ يا أستاذ الجماعة حاطين الشر بين عيونهم العمى ما عد في أخلاق يا جماعة يا أستاذ أنا اللي معروّاب يعني متل ما يقول المثل بقايد عن الشر وغنيله ما بعرف أنا هذا رئي нее ما بعرف شو رأي الشباب يعني أنا برأي بال substitute نقصر الشر وتروح تعتزروا مزبوط، لازم تعتزر اي اي بزبوط شو طرزان؟ Вотcé نحنا ببرلمان هنا هون ما في رأي غير لأستاذ سلامة فهمت؟ شوف حبيبي بتروح بتقلوا كما قلتلك إذا ما إجوا قبل الغروب وصور ومصارى ما في فهمت؟ هادا اخر كلام عندها؟ نعم سيدي اخر كلام طيّة، هشوف اخرتها معكم ألو مين نحن يحكي؟ هلا هلا وغلا يا هلا بالشيخ يا هلا يا هلا بالشيخ من هو اللقلك يا شيخ؟ اللقلك يا شيخ هذا الممثل سلامة طبعا بك وراح ضرب واحد من الكمبورس الكمبورس وهذول الكمبورس ما يقبلون قريجي يحب علي خشمهم ها؟ حاضر حاضر طيب حاضر الله يديمك فقرة يا شيخ الله يقليك بس مش عن هذول اللي يبصيناك عليهم من دهن العود مو تبعت ان العود وتنسى الدهن ها 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 سكرة يا شباب يا أساتزة يا حبيباتي طولوا بالكم واخذ الشيطان ما بدنا طوين بالنا اسموا ابو حسن هالسا بتروح بتقولهم من الحرب اللي كانوا صوروها كلا كذب بكذب بس الحرب الحقيقية هالسا عيشوفونها روح اللي روح روح فهمونا ابو حسن انو الضربة راح تكون قوية وشديدة وما رح تستمر اكتر من الساعة يعني هاده اخر كلام؟ اخر كلام ولا شو يا شباب؟ اخر كلام طيب لا شو بأخلتها معكم قالوا الشباب الحرب اللي كانوا عم يصوروها حرب كذبية هلا بدون يورجوكم الحرب الحقيقية على حبتها محضرين حجار ومعليع كمان صلي عدبي علينا نحن ايه مخاصة على الاستاذ رازه لك حرب حقيقية ايه بسخرة هادل حقيقية بسخرة يا استاذ لك يا شماعة هدول بيطلع وقتنا عثلت مرات لقسما بالله يا شباب اذا هجموا علينا ليبيدونا ابادة ايه والله ليأكلونا بلى ملح ابو حسن ما في مجال للصلاح؟ ابدا هدول معظمهم تدلاب جامعة بعدين متنحين ابو حسن دبرا ما بتتدبق اخر كلام؟ اخر كلام يعطيكم العافية والحل؟ ألو شركة المخلب رح يباني؟ ألو طبع تأجير السيارات وإنتاج تلفزيوني لك على الآن ماننا عم نتصالح مع نكون بارس ويمكن ما نتصالح على الآن للسماء ما رح احسن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى الدرجاء موسيقى موسيقى تابد المعاطر القومي دي أفضل؟ يعني هلأ باب يصير مخرج مشهور إلا إذا اشتغل تاريخي وبحياتك ما بقى تشتغيل وراح خليك تشوف الكبيرة بالصورة بس ما هذا قصدي أستاذ بس قصدي يعني شو لازم نعمل هلأ؟ شو معرفني ما بعرف لك يا جماعة يا جماعة نحنا بمكان بعيد ومقطوع لازم ندب برحانة والله بيتبحونا بس بيتبحونا اي والله بيشربوا من دمنا الشرب ومعنا شي ندفف ومعنا غير كاميرات والإضاءة والرفريكتورات وما مطلع كتر متلعتين واحد والله قدامنا قتل مرتبة هو علينا وينو سيف؟ نعم الساعة روح جب لي جباعة الأكسسوار والمنابس ويجيبوا كل الأسلحة اللي عنا هيا الساز عنا منجنقين كمان ها لك شايفهم بعيني شوش هنفديها ما نلع هلأ لازم نحط خطة دفاعية محكمية يلا تعو معي هيا أول شي من غير أو عينا منلبس أو عينا حبي هو سنين تأخذ جماعتك وتلاقي لجماعة أبو صفوح بتلفوا عليهم نجيه الشمالية وأنت يا كايد تأخذ جماعتك وتحاصر الاستراحة تأخذوا مننا كل الأسلحة والسيوف والطروس وبعدين تقطح مو المطبخ وبتصادروا كل الماء والشرب مفهوم؟ تجيبوا الطباك يطبخ بدنا أكل بدنا أكل بدنا أكل نعم خباصة لتسمعوني لقد تم السيطرة على الاستراحة وهناك هجوم تك تكيكي بحيث أنهم استطاعوا أن يأثروا الماكيرية وأخذوا الملابس الدب الكبيرة الذي عندنا أخذوه ولم يبقى لدينا أي شيء نعم سيف بربر من موقع الحدث يا ساتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعم نعم ترجمة نانسي قنقر 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 على الأستاذ سلامي، ما هيك؟ إذلك حطينا هيك بعض النقاط تكون خطة دفاعية إلنا يعني أول شيء، لازم نستعمل سياسة الاتفاق الذاتي مصبوط بعض سقوط الاستراحة بين إيديهم يعني لازم نخفف أكل وشرب لأن الحصار يضل الصمح ما هيك؟ ليش؟ ليش نبسنا هيك أستاذ بخير؟ مشان هيك، سمعوني واللي عنده اطفاح بيقوله وبعدين سمعوني، مشان هيك أبو الخير و أبو فهد بيجيبوا المكريات بيحطوهم بمقدم بعدين، يا وائل و جماعة الاكسسوار هنه حيكون الرومات الحقيقيين حتكون أنت مشرف عليهم يا سيد حاضر حاضر ماشي؟ جماعة الإضاءة بيحبوا المهون اللي دي مزوت إنشان تضل الكهربع شعلي للصبح وبيجيبوا الكرين وبيقدمونا أقرب نقطة لعندهم سمعني؟ وواحد بيطلع لفوق وبيمسك بيل أي تحرك بيعطينا إشارة يلا يا شباب يلا تحركوا، 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 تحركوا جهات، سمع، بتاخد كبل طويل وماكريفون بتزرحوا بأقرب نقطة لحتى نسمعهم شو عم يقول مفهوم؟ سلحبي، يلا يا شباب، سلحبي إيه؟ الأستاذ سلامة وبقي الشباب بيكونوا خط هجوم أول سمعني؟ كلكم معلش الأستاذ سلامة بيضل قاعد معنا بخرفة القيادة والشباب بتقدم الأدب بقية الممثلين ما بدين أبهكن يعني نكون على حالكن أنتوا لقوا بكل قرني أو موقع وتخبوا فيه بالخلف والأستاذ ناصر؟ هاا ناصر بيأخذ الكاميرا وبيقرب الأقرب نقطة وبيحط عليه حدسة ويد أنجل وبيفتح لقطاع عامي وبيفتح الدبيل حتى نشوف تحركاتهم بالليل وأنا أستاذ؟ أبو حسن، أنت بتضل جنبي وجنب الأستاذ سلامة حتى إذا هجموا علينا تحمينا حاضر أستاذ وشو رأيك نسلط عليهم الديلايت؟ بيجي الضو بنص عيونهم بنعموا ونحن من صيدهم واحد واحد مثل الفيران مونيتر لك مونيتر يلا سباب هم بلحدة تحرك موحب يلا الله موسيقى موسيقى وصلني قبل قليل من مصادر موسوقة أن الكمبار جميعا قد اتخذوا قرارا بالنفير العام من كل صوب ودب وقد تحولوا جميعا إلى زئاب وتحول قائد الكمبارس إلى الدب أما مجموعة الممثلين فهم في وضع محرج ووضعهم مقلقل كما وصلني أنهم استطاعوا أن يحولوا أدوات التصوير والمعدات التي بين أيديهم جميعا حولوها إلى أدوات دفاعية لكي يبرروا هذا الموقع سميح الأمري، شفيئ الأحمد، خليل السيف برامب مربر من موقع الحدث إن شاء أدار عليهم شباب بدون يحاربونا بصهريج المي ويعمونا بالضواوي وبدون يركبوا هذا المنجنيق إيك لك كمان إيه وين محطوط الم والدة؟ أنا أعرف وين محطوط الم والدة خذ معك ثلاثة وعطلوها شباب، تعال معي، أنت وين، يلا جاهل الصوت الأستاذ موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة